ترأس رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الصغير بن عزيز اليوم مؤتمرا لهيئة الإسناد اللوجستي والدوائر التابعة والمناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة لتقييم نتائج تنفيذ الأمر الإداري لرئيس هيئة الأركان العامة للعام 2023 وناقش المؤتمر تقارير لجان النزول الميدانية إلى المناطق العسكرية الثلاث في مجالات الإمداد والتموين والخدمات الطبية والتأمين الفني والتسليح والأشغال العسكرية والنقلة كما جرى مناقشة المشكلات والصعاب التي تواجه أداء الإسناد اللوجستي في المناطق والوحدات العسكرية والمقتراحات اللازمة لمعالجتها ووجه رئيس هيئة الأركان العامة بحل كل المعوقات كلا فيما يخصه موجها بعقد عدد من الاجتماعات وورش العمل لاستكمال حل المشكلات اللوجستية خلال فترة وجيزة ترجمة نانسي قنقر